موسيقى نصف قطر مدارة نصف قطر مدارة عن مركز الأرض 7000 كم إذن بعد القمر الصناعي عن مركز الأرض 7000 كم إحسب أول شيء انطلاق القمر انطلاق القمر الصناعي في مدارة وبعدين يجب أن أندي الزمن زمن الدورة الواحدة عند هذا المدار الآن سنجي على الانطلاق حتى نستخرج الانطلاق خلي نسوي بس رسم توضيحي هذه نفترضها كرة الأرضية وهذا القمر الصناعي اللي يدور حول من؟ حول الأرض في مدار طبيعة المدار؟ دائري سنجي نقول القوة الموجودة بين القمر الصناعي والأرض كم قوة موجودة؟ أول قوة قوة التجاذب ما هي هذه؟ قوة التجاذب بين من؟ بين القمر والأرض القوة الثانية قوة المركزية ليش قوة المركزية؟ لأنه نعرف لما قوة المركزية القمر لا يستمر بالدوران حركة دائرية حول الأرض إذن قوة المركزية هي التي تجعل أن القمر يفتر حول الأرض بمدار دائري القمر يفتر حول الأرض بمدار دائري لأنه نعرف بأنه مسؤول عن تغير الاتجاه هذا موضوع أخذنا حسنا نجي هل ممكن قوة تجاذب تكون أكبر من قوة المركزية أو قوة المركزية أكبر من قوة التجاذب؟ من المستحيل؟ ليش؟ لأن أي منكم كان يكون بهالكيف أكبر من الثاني ما كانت تكون حركة دائرية قائمة إذن القوة المركزية والقوة تجاذب قوة التجاذب هذه قمر الأرض تساوي قوة المركزية أكبر القوة التجاذب ما هي علاقة الرياضية؟ العلاقة الرياضية يقول ثابت الجاذب العام مضروب بمن كتلة القمر كتلة الأرض على مربع البعد بين كتلتين بين مركزي كتلتين هنا ما هي القوة المركزية؟ الساوي الكتلة في مربع السرعة على نصف القطر اللي هو بعد القمر عن مركز الأرض لما أجل هنا هستاذي أرى هذه كتلة القمر وهذه كتلة القمر مساومة فإذا أختصرها هذه نصف القطر وهذه نصف القطر إذن التربيع هي الأرض ما سيصفالي؟ هجها مربع السرعة وهنا ثابت الجاذب في كتلة الأرض على الأرض إذن نقول في تربيع شي الساوي؟ الساوي جي أم على الأرض نقوض تجي شقيد؟ تجي قيمتها ستة بوين ستة سبعة في عشرة قوس سالب دعش سالب دعش كتلة الأرض خمسة تسعة ثمانية تسعة ثمانية تسعة ثمانية في عشرة أس أربعة وعشرين على الأشجاد على البعد سبعة ألاف كيلو نحول السبعة ألاف كيلو إلى أمتار مضربة في عشرة أس ثلاثة ثلاثة إذن في تربيع ستساوي لي إذن ناتج الأختصار سيكون لدي في تربيع ساوي ستة وخمسين بوين تسعة ثمانية واحد في عشرة وستة متر تربية على الثانية تربية سنقول بي في انطلاق ستساوي لي سبعة بوينت خمسة أربعة تسعة في عشرة وست ثلاثة متر على الثانية هنا حسبنا هنا الانطلاق هسا المطلب الثاني التي التي شيء الساوي زمن الدورة الساوي 2 باي في النصف القطر أو بعد بعد القمر عن مركز الأرض على اليمن على السرعة الاثنين البي في ثلاثة بوينت واحد أربعة في سبعت آلاف نحوله إلى أمتار في عشرة وستة ثلاثة على السرعة او على الانطلاق سبعة بوينت خمسة اربعة تسعة في عشرة والثلاثة ناتج الاختصار راح يطينيها بالثواني نقول خمسة ثمانية اثنين ثلاثة بوينت اثنين ثانية وهذا هو المطبوب الثاني نجي على مسألة رقم ستة مسألة رقم ستة تقول ادي سيارة تسير على منقطة فوق دائري نصف قطرة الار ميتين متر بانطلاق ثابت تلاثين متر تلاثين متر على ثانية كتلة السيارة الام ألف كيلوغرام المطلب الاول القوة الاحتكاك اللي لازم توفير القوة المركزية اذا معناه قوة احتكاك تكون مساوية من القوة المركزية اللي توفر القوة المركزية اللي تجعل السيارة تفتار من سيابية بدون ما تتحرب الى ايش خروج من حركة الدائرية اذا راح نقول ف اس تساوي تساوي كتلة في مربع السرعة على نصف القطرة هسا نقول ف اس راح تساوي ام تربيع على ار وتساوي كتلة ألف في 30 تربيع على الار الذي هو مئتين 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 هنا ستساوي مئتين ستساوي ألف في تسعمية على مئتين ناتج القسمة ستصبح لدي أربعة وخمسمية نيوتن هذا المطلوب يجب أن تكون قوة الاحتكاك هذه قوة الاحتكاك الآن نحن نصل على المطلب الثاني المطلب الثاني يقول إذا كان معامل الاحتكاك الشروعي 0.8 جد أكبر انطلاق تسير بالسيارة على مسائل دائري من غير أن تنزل ويجب أن تنزل من نجي ما سيحدث عن العلاقة من العلاقة هو ما سيحدث عن العلاقة ما سيحدث عن العلاقة الساوي معامل احتكاك في التعجيل في البعد هنا انطلاق معامل احتكاك أبوية ثمانية في التعجيل الأرضي عشرة في البعد البعد 200 هنا سيحدث عندي صفر ويات معانية 1600 هنا سيحدث عن الفي ساوي لها تحت الجذر 1600 يعني أربعين متر على ثانية أكبر انطلاق ممكن من سيارة العجلة تسير به بدون ما تنزل هنا نكون ننتهي من فصل الجزء الأول من فصل السابع اللي هي الحركة الدائرية التوفيق من رب العالمين